مرحبا بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض بسبوسة البرتقال وجوز الهند ما تتخيلوا قديش البرتقال مع البسبوسة يعني خرافي بنقلها هيكلة مستوى ثاني كتير زاكية ومكوناتها ان شاء الله موجودة بكل بيت يعني ما بدها كتير شغل ولا بدها عجانة ولا اي اشي وقوامها زي ما شايفين متماسك وما بفرفط وإلى آخره فنصحكم انكم تجربوها اذا حابين تعرفوا اكتر عن هذه الوصفة تابعوا معاي بهذا الفيديو بس قبل اذا لسه مش مشتركين بقناتي اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات ليوصلكم كل فيديو جديد بنزله وهلأ خلونا نبلش بالوصفة اول اشي رح نبلش نعمل السرب او اللي هو القطر بس نسخة بالبرتقال منه عشان نسقي فيه البسبوسة بلشت فيه بالاول علشان يلحق يبرد ونسقي فيه البسبوسة وهي سخنة اوكي فاول اشي بيه تنجرة على نار بتوسطة بحط السكر ودغري بحط فوقيها العصير البرتقال هذا عصير برتقال فرش يعني انا عصيته مش عصير جاهز اوكي انتبهوا ورح احرك باستخدام سباتيولا عشان اتأكد انه السكر داب بس بالاول وحاولوا ما ترطشوا على الحواف عشان ما يسكر عندي سكر بس هيك عبل ما اتأكد انه يعني تقريبا داب بتركوا على نار متوسطة عبل ما يبلش يغلي هلا اول ما يبلش يغلي رح يطلع عنا طبقة هيك على الوجه لازم نشيلها اوكي اول ما يبلش يغلي منوطي النار يعني من متوسطة منوطيها لمنخفضة ومنصير نشيل بالمعلقة زي ما انتو شايفين هذا الريم او الرغوة اللي بتطلع على الوجه عشان يطلع عندي القطر صافي وحلو اوكي فبس هلا بهاي المرحلة عم بشيل فيه كلياته حاولوا انكم ما تاخدوا من القطر نفسه او من السرب نفسه عشان ما يعني ما تنقص عنا الكمية هلا الكمية هاي جدا معتدلة لا البسبوسة بس قابلة للزيادة اذا انتو بتحبوها كتير مسأساة هلا رح احكي لكم بالاخر كيف الوضع تمام فهلا بس بشيل فيهم اديقتين وبس خلاص يعني ما بغلي اكتر من هيك هيك بكون عندي صار جاهز هلا بنقله بحطه بوعاء او اي اشي شاف ايش ما عندكم عشان نصب منه بس يكون اهم اشي بتحمل حرارة ورح اصفي عشان اي شوائب عندي مثلا بالقطر يعني من البردقان تعرفوا كيف بيكون فيه بذور كتير ناعمة صغيرة او مثلا لب اضافي هذا كلياته بصفي وبشيله بهذا الشكل وبصير عندي القطر جاهز بس لازم لازم اخليه يبرد تماما قبل ما استخدمه اوكي هلا بالنسبة للبسبوسة نفسها عندي سميد ناعم جوزهند ناعم بيكينج باودر وبايكينج سودا وملح عندي بيض وفانيلا وعليهم روح البرتقال اللي هي نكهة البرتقال اختيارية طبعا تقدروا تشيلوها عندي كمان برش برتقال بس الجزء البردقاني منه زيت نباتي عندي سكر ابيض عندي كمان عصير برتقال انا يعني عصريته فرش مش جاهز وعندي كمان لبن زبادي بحرارة الغرفة اللي هو لبن الاكل العادي هاي كل مكونات المقادير بتلاقوها بصندوق الوصف وهلأ خلونا نبلش بطريقة الاعداد اول خطوة رح ابلش اضيف المكونات الجافعة بعض سميد ناعم بيكينج باودر بيكينج سودا وعندي الملح رح احركهم سواء باستخدام الويسك عشان انه اتأكد انه المواد الرافعة اتوزعت كتير كويس مع السميد يعني قبل ما احط عليهم جوز الهند اوكي فبس باستخدام الويسك بهذا الشكل وبعدين بحط عليهم جوز الهند زي ما شايفين وبقلبهم اما باستخدام الويسك او باستخدام سباتيو لبتقدروا لانهم حبيباتهم متباعدة يعني سواء السميد الناعم او سواء جوز الهند وهيك بالنسبة لي المكونات الجافة صارت جاهزة بتركها عجنب عشان اكمل باقي البسبوسة هي الحلاوه فيها او الفكرة فيها يعني او مابدها عجنه ولا شيء كتير سهلي بتنعمل اوكي هلأ بي بولة كبيرة اوجات كبيرة بحط في البيض والفانيلا وروح البرتقال لازم البيض هون يكون بي حرارة الغرفة عشان يمخفق كويس وراح احط عليه السكر وراح احط عليه كمان برش البرتقال اول شي يا جماعة بناخذ البرش من البرتقالة بعدين بنعصرها مش العكس مش بنوعصرها بالاول وبعدها بناخذ البرش لانو بيكون كتير صعب بتكون انها مفرغة من جوه رح احطهم على بعض هون السكر رح يساعد برش البرتقال انه طلع نكهاته تمام فرح يطلع معي ازكا رح احركهم بس هيك دقيتين لتلاتة يدويا تستخدموا الهان مكسر بس مش بحاجة لان هي مش كيكة هي بس بوسة فبس رح اقلبهم بهذا الشكل عبل ما يصير عندي القوام شايفين صار افتح وصار متجانس والقوام شوي هيك كريمي شايفين كيف هيك بالنسبة لي ممتاز هلأ رح اضيف عليه زيت النباتي اي زيت بدون نكهة ورح اضيف عليه لبن الزبادي لازم يكون بحرارة الغرفة ورح احركهم باستخدام الويسك هيك عبل ما احسهم تجانس ومع بعض مش اكتر من هيك هلأ رح اضيف عصير البرتقال الفرش وحرك عبل ما يصير عندي الخليط سائل ومتجانس هيك بيكون بالنسبة لي التمام انه يستقبل المواد الجافة اللي خلطناهم قبل شوي رح اضيف نصهم على الخليط السائل بتقدروا اضيفوهم كلهم يعني اذا حسين ايدكم بتتحكم بس اهم مش يكون الويسك جامد معاكم وكمان بتقدروا انكم اضيفوهم بالتدريج يعني حسب ايدك ما تتحكم اهم اشي انه ما نخلط كتير فانا ضفت هنا نص الكمية تقريبا وبحركهم باستخدام الويسك زي ما شايفين وبس هلأ برجع بضيف الكمية التانية رح تحسوا انه المواد الجافة قليلة على الخليط هذا بس عادي لانه هو سميد يعني السميد لسه بده يتفتح بده يشرب من السائل ويتفتح معانا فعشان هيك هو هلأ بس نتركه شوي عبل ما نجهز الصينية اللي رح نعمل فيها اللي رح نصبه فيها بيكون هيك شوي شرب من السوائل ورح يتغير معاكم القوام رح افرجيكم كيف هلأ بالنسبة لي هيك تمام بس عم بتأكد بسباتيولا انه كل اشي من الاعخ طلط وكذا بدون مبالغة بالتحريك بس لا اتأكد وهذا هو القوام اول ما خلطه صار معاي رح اتركه عجنب وابلج احضر الصينية هون عندي صينية مش ضروري يكون ارتفاع كتير عالي هاي قطرها 28 سانتي ب28 سانتي مربعة طبعا تقدروا تستخدموا اي صينية عندكم يعني هلأ بفرجيكم كيف لازم يكون الارتفاع بالصينية هلأ بعد هيك رح احط عليها طحينة الطحينة كتير تلبق مع البسبوسة وبشكل عام تقدروا كمان تدهنوها بسمنة حيوانية او سمنة نباتية برضو بيصير وبزبط فبس دهنت الطحينة بهذا الشكل بالفرشاة يتأكدوا كمان انكم على الجوانب وارفعوا الطحينة كتير عشان يبين معاكم لون البسبوسة لما تيجي تنخبز تمام هلأ بفرجيكم كيف القوام بلش يصير اجمد شايفين كيف هيك بلش يتفتح معاي السميد هيك بالنسبة للي ممتاز رح اصب الخليط البسبوسة جوه القالب وحاول بسباتيولا اني افرده و اوزعه زي ما شايفين شايفين ارتفاعها يعني باقي شوي من ارتفاع الصينية بس هي مش كيكل اللي تنفش كتير فان خلي مثلا تلتينها و الى اخره يعني انتبهوا على الارتفاع بس مش كتير رتعطوه اهمية بهاي البسبوسة هلأ رح ادخلها على فرن محمى قبل بعشر دقايق على مية وتمانين درجة مئوية رح تقعد معاي تلاتين لخمسة وتلاتين دقيقة عبل ما تتحمر الاطراف بعطيها بعدين هيك هلون اذا حبيني شوي من فوق وبعد هيك بحطها على شبك تبريد وهي سخنة هلأ لازم اسقيها فعندي هون الاطر شايفين كيف قوامه هذا الاطر اللي عملنا قبل شوي بس برد تماما هيك بيكون شكله وهذا بدون غليان يعني بس دقيقتين تمام رح ابلش اسقي فيها ركزوا كتير على الجوانب يعني الاطراف كتير مهم عشان اذا اشي بدي يكون ناشف بالبسبوسة او كذا بيكون الاطراف وبحاول هيك اني اوزع بالمعلقة كتير كويس وهيك بيكون جاهزة عندي لازم اغطيها وتقعد تقريبا ساعة كاملة وهي مغطية يستحسن عشان تتماسك مع بعض وتتشرب الاطر كتير كويس يعني بيكون افضل عشان تماسكها كمان لما تقطعوها هلأ بهذا الوقت ممكن هاي خطوة اختيارية بس عشان تزيين يعني بتفرجيكم كيف بدي اقطع البرتقال طبعا برتقالة مغسولة ومناشفة كتير كويس بالسكينة رح ابلش اشيل الطرف الاولاني والطرف الثاني منها تمام بعدين رح اوقفها وقوف بهذا الشكل وقطعها من النص وبعدين النص هذا رح اقطعو لنص شايفين كيف يعني بالطول بهذا الشكل عبل ما يصير عندي اربع ارباع طولية اوكي بعدين رح اميلهم على جنبهم بهذا الشكل وابلش اقطع شرائح رفيع عشان الشكل يكون احلى معاكم مش انه كتير سميك بطلع عندي متلتات بهذا الشكل عشان ازيين فيهم بس اهم اشي راعوا انه عدد المتلتات هدولة يكون على عدد الاطاع اللي حابين انكم اقطعوها للبسبوس عشان لكل اطعه يكون في حبة للمنظر اوكي هلأ بجيب البسبوسة بعد ما بردت تماما وبسكينة مش مشرشبة يعني سكينة حادة ببلش شوية شوية منش اسحب سحبة واحدة لأ شوية شوية اني اقطعها بهذا الشكل حاولوا اعملوا خطوط بالاول رح افرجيكم كيف هلأ حاولوا اعملوا خطوط للنظر عشان انتو مش تقطعوها وتكتشفوا انه في اشي اصغر من اشي واكبر من اشي فهيك بالاول حزوها بالسكينة وبعدين اطعوها بهذا الشكل انا هن قطعتها لا يعني اربعة باربعة اللي هي 16 اطعه هي يعني حجبها كتير كويس للشخص الواحد اوكي بعد هيك رح اجيب جوز هند طبعا تزيين اختياري وحسب زوقكم الشخصي رح احط جوز هند على الوجه بهذا الشكل هيك كمية كويسة بحيث اني اوقف عليه البرتقال اللي هو الاطع المتلتة اللي عملناها بس بكمل بهذا الشكل وهيك بتكون صارت جاهزة بدي احكي لكم شغلة انه البسبوسة هاي بتتحمل كمان من الاطر اللي عملناها يعني انا عملت لكم مقدار اللي هو متوسط ممكن انتو تضاعفوا للمقدار او تعملوا واحد ونص وتسقوها اكتر لانه قد ما سقيتوها رح تشرب هادا سميد رح يشرب كتير بس بالنسبة لي هيك الحلاوة جدا معتدلة وحرام سكر اكتر من هيك فبس حبيت احكي لكم هاي النقطة عشان تكونوا عارفين تمام هلا بدي افرجيكم كيف بتقطع معانا بشكل كتير كويس وما يعني بتفرفط لما نيجي نقسم منها يعني عشان العيار مصبوط فهي بتقطع كويس وكتير هيك زاكية وخفيفة جوز الهند والبرتقال كتير هيك ميكس يعني ساحر مع بعض جربوا هاي البسبوسة وحكولي رأيكم هيك بكون خلصنا فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه اذا عجبكم حطولي لايك وكومنت برأيكم وما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم بشوفكم عخير ان شاء الله بوصفات جاي وفيديوهات جاي يعطيكم الف عافية